إلى الرياضة حيث كرم مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضر موت الوادي والصحراء الأندية الرياضية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة التنشيطية للشطرانج بوادي حضر موت والتي نظمها فرع اتحاد اللعبة بمشاركة عشر أندية رياضية وأشهد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بالدور الهام والحيوي الذي يطلع به مكتب الشباب والرياضة في استنهاض الشباب بكل فئاتهم العمرية مؤكدا دعم السلطة المحلية لا محدود لقطاع الشباب والرياضة موجها بتفعيل اللعبة في المدارس وفي ختام الاحتفال قام الوكيل التميمي ومدير عام الشباب والرياضة بوادي حضر موت رياض الجهوري ورئيس فرع اتحاد لعبة الشطرانج طارق العامري وعدد من القيادات الرياضية بتكريم فريق سيئون بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ووحدة تريم بالمركز الثاني والميداليات الفضية وفريق اتفاق الحوطة بالمركز الثالث والميداليات البرونزية ترجمة نانسي قنقر